بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شعر المسلمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيوانا أخيبين أيوانا أخيبات نرحب بكم في هذه الجلسة لحملة الانتخابية الأستاذ عبدالعلي حسن الشريف في هذه الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها يوم 7 سبتمبر المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى ونحن بصدد الانتخابات هذه نعرف بمرشحين الأستاذ عبدالعلي هو مهندس دولة وعمل في الإدارة الجزائرية مدة عشر سنوات في الأشغال العمومية بولاية المسيلة وكذلك منتخب محلي وهو نائب برلماني وهو نائب رئيس البرلمان وهو مسؤول في التنظيم في الحركة وهو الآن رئيس حركة يعني شخصية متوازنة إنسان نازيه إنسان ابن عائلة مجاهدة ابن عائلة محافظة يعني كل مميزات رئيس جمهورية متوفرة فيه يعني كنا نعود ونرجع للمنصبة رئيس جمهورية ما يعني هناك ممكن من أقل منه مستوى وهناك من ممكن عائلته ليست ثورية وليست عائلته محافظة ولكن السيد عبد العالي يعني معروف بنزهته كذلك يعني احنا في هذا المنبر هذا نتكلم عن الواقع الجزائري لماذا دخل الانتخابات دخل الانتخابات من أجل تغيير الرئاسياتية فرصة من أجل التغيير فرصة من أجل إظهار برنامجنا لتسميناه فرصة هو فيه عدة محاور وهو في عدة وعود بالنسبة للشعب الجزائري إذا تكلمنا على الواقع أين هو القانون الأساسي لعمة التربية الذي وعدنا به أين هي الرقمانة أين هي مصانع السيارات الآن في سنة 2024 والشعب مازال يدير الله شانع الحليب كذلك جنب المشكلة على الصحة المستشفيات يعني الآن كل واحد رأي عنده العيلة انتاعوا وراها مرض يشوف المستشفيات هل حقيقة رأي تلبي الرغبة على المرضى أما أنه كان يعني ما عاد الفحص وباقي التحاليل وباقي الفحوصات وباقي يعني الراديوات كلها تندير خارج المستشفى يعني هناك إشكال رأي وقع كذلك في الجانب الصحي كذلك خضيجي الجامعات وهذه البطالة اللي كذلك زيت كثرة يعني في الأون الأخيرة مشكلة على الحراقة لماذا الشباب رأم يحرقوا يعني لو كانت هناك بيئة جاذبة وكان الناس وين يخدموا وكان ما ما تكونش كان هناك الحرقة كذلك البيروقراطية القاتلة في بلادنا حتى ممكن حتى المستثمرين الأجانب بالبيروقراطية تعني نقدرهم بعدهم ونقدرش نخلهم يستثمروا كذلك موضوع الحريات اللي هو في تراجع مستمير بعد ما كان بعض المكاسب في العهد السابقة الآن وجعنا يعني لحقنا إلى تراجع في الحريات كذلك على الأصغار غلاء الأسعار اللي راح مشكلة يعني اللي ما وشيشو باللي كين مشكل في غلاء الأسعار نظر يا إما ما وش عايش في الواقع يا إما راح وعايش في برج عاجي يا إما راح مستفيد حتى التخمة ما وشيشو في الشعب الجزائري الزوالي اللي راح عايش وراه يعاني في الواقع إذا تكلمنا على الججاج خمسين ألف إذا تكلمنا على البيض رابع خمس ورابعين إذا تكلمنا على السردين مئة ألف يعني أن ألف ومئات كيلو متر تاع ساحل السردين في الصيف مئة ألف نحن بكري كلمة تعزوالي هي السردين ولا ولا الفريطوملات الآن الفريطوملات عشر ألف واثماشين ألف وإحنا اللي متسبين بسياساتنا التي حبسنا فيها الدعم للفلاح فيما يخص مادة البطاطا وتسقيف الأمبرتاصون تعز الرعاية اللي خلى هذا المشكلة على البطاطا والغالي 12 ناف 13 ناف يعني وراء راحين ولو كانوا يكملوا بالسياسة هذه اللي حتى العشي نافي وليما الزاوالي حتى ما كشوش يأكل قضية القهوة قضية السيارات بعد ما كنا دلنا خطوة إلى الأمام عودنا رجعنا خطوات الآل وراء سيارة تلك الإكس سانسون بخمسة مئة وستنانة نحشب أن نركب فيها ولا حتى كنا نركب فيها ما يجب أن نركب فيها المارهوتي بـ 120 مليون نضم بلايكين مشكل في السياسة الاقتصادية كذلك تراجع القدرة الشرائية يعني المواطن لم يجب حتى بها يعيش انخفاض قيمة الدينار والتضخم اللي الآن زاد يعني ما فهم كانت 3% يتكلموا عليها نضم بلايكين فاتت لـ 20 و 25% تعتضخم كذلك قانون تقاعد النسبي للناس يتطالب به ومن حقهم سيدي يخدم 32 سنة ولا 32 سنة ولا حتى 34 سنة لا يقدرش يدير لا روترات على جال أنه كان قانون يقوله حتى حتى تلحق الـ 65 سنة بزاف أنا نضم بلايكين هناك سياسات متبعة نظم لا 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 تساعد المواطن ولا تساعد العامل في الميدان خاصة الوظيف العمومي هناك الحلول يعني هذه المشاكل تكلمنا عليها كلها موجودة هذه يعني يدرنا وانجزنا ولكن الواقع المواطن ما هوش ما هوش ما هوش عنده الملموس في البرنامج تعلقنا فرصة إخواننا اللي حاب يشوف هذه الحلول هناك برنامج فرصة في خمس محاور في 66 تعهد كل واحد يعاود يضرط عليه ويلقى كل حاجة موجودة بالفيش تكنيك تحتها كل المشروع عنده فيش تكنيك من أجل خروج من هذا الشيء نتكلموا عليه حنا جينا لدفع جينا من أجل أن نحط البديل بالنسبة للناس اللي يقولوا خلاص لانتخابات محسومة حنا كين ثلاث رجال راهم يتنافسوا وهما ما لحقوش بعضهم بعض وكين بعض المتطفلين راهم يبحثوا رسائل تعييس للناس حنا نقولوا بأن اللي حاب تغيير واللي حاب يمد فرصة جديدة يروح ينتخب ويدير حراك في الصندوق وبعد ذلك كانت حاسبه حنا المرة في 95 كانت كاينة ظروف ممكن سمحنا فيها ولكن الآن إلى طهننا الشعب ندوها بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته